احداث فيلم الكنز 2 الحب والمصير بتبدأ من حيث انتهت احداث فيلم الكنز الحقيقة والخيال يا سلام على الاضافة من حيث انتهت يعني مش من اوله مش من نصه لا من اليا سلام حسن بيستمر في مشاهدة التسجيلات وقراءة الخطبات والوثائق والمستندات اللي والده الراحل سبهم له عشان يقرب اكتر من الكنز ويوصل لنقطة الالتقاء اللي حتتقابل فيها قصة حتشبسوت مع سيرة علي الزيبق مع حدوتة والده علشان تكشف عن نصيره شخصيا الضغط بيزداد من الناس اللي عاوزة تشتري البيت وهو لسه مش قادر يعرف ايه علاقة القصص دي كلها به فيا ترى ايه اللي حيحصل في مراجعة فيلم ولاد رزق 2 شرحت وجهة نظري في ايه اللي بيخلي اي جزء تاني في الدنيا له لازمة وهو باختصار قدرة الفيلم على خلق توازن ما بين موروثات الجزء الاول والتجديد والابداع في الجزء التاني ولكن الحالة في فيلم زي الكنز 2 بكل تأكيد مختلفة لان ده مش مجرد جزء تاني تم التخطيط ليه من بدري ده استكمال لقصة اصلا ما انتهتش ممكن يكون من الانسب ان احنا نراجع الجزئين دول على انهم فيلم واحد ونديهم تقييم واحد وانا هنا مقصدش اقول اني معترض على فكرة الجزئين ده شكل متعرف عليه وشوفناه قبل كده في افلام كتير زي كلب الفوليوم 1 وفوليوم 2 على سبيل المثال قصة طويلة قوي من الصعب جدا ان يتم اصدارها في فيلم واحد لذلك بيتم فصلها على جزئين وده بيدي فرصة اكبر لصانع الفيلم انه يسمع ويستفيد من الاراء بتاعت الجزء الاول عشان يخلي الجزء التاني افضل انا عن نفسي حبيت الجزء الاول جدا ولكني متفاهم انه مش من نوعية الافلام المناسبة لنطاق واسع من الاذواق حبيت الاداء التمثيلي وحبيت الحوار جدا واثنيت على قدرة العنصرين دول على انهم يغطوا على عدد كبير من التفاصيل اللي تاهت في وسط الاحداث الكتير اللي كان لازم تتقدم حبيت الرسائل اللي كانت ما بين السطور وحبيت فلسفة الاخراج اللي كان عندي مشكلة معاه هو بعض الاداءات اللي عانت من الوقت المخصص لها على الشاشة وتوظيف شغل الاكشن والمخاطرات والمؤثرات وعدد كبير من عناصر تصميم الانتاج بشكل مصرحي اكتر منه سينمائي والوهن الدرامي اللي شاب كل قصة من التلاتة بتوعنا لما جينا نبص عليها بشكل منفصل اما الجزء التاني فاقدر اقول بكل ثقة انه قدر يستثمر نقاط القوة بتاعت الجزء الاول وقدر يتجنب نقاط الضعف كمان الى حد بعيد الجزء الاول من ثنائية الكنز ما كانش ملحمي بعكس الجزء التاني اللي فيه قصصنا التلاتة بتطلاق على صعيد الاقاع حتى قبل ما تترابط بشكل كامل في خطوط احداثها البناء الدرامي لكل قصة بشكل مستقل افضل بكتير بداية من الطريقة الذكية الفنية اللي تم من خلالها تلخيص احداث الجزء الاول ودي كانت من الحاجات اللي انا كنت خايف منها وانا داخل الفيلم لاني بصراحة ما كنتش فاكر حاجات كتير من الجزء الاول لسه برضو اغلب الاحداث متوقعة ومفيش وقت كافي لبيع كل تحول وكل قرار مهم للمشاهد بس الحمل العاطفي على كل شخصياتنا بيزداد كل ما بنقرب اكتر من خط النهاية والاداء التمثيلي من الجميع لسه في افضل احواله وده ممكن يدينا الاحساس بان القصص نفسها متماسكة اكتر ويسيب لنا عدد معقول من المشاهد اللي ما تبنسيش درجة الاهتمام بالتفاصيل اتحسنت برضو بشكل ملحوظ ولو اني مقدرش اقول انها بقت ممتازة مشاهد الاشتباك والمبارزات تصميم الانتاج في مصر الفرعونية والمملوكية فعلا حسيت ان الحاجات دي كلها اتحسنت بشكل كبير او يمكن الاحساس دي يكون وصلي علشان القصص نفسها بقت جذابة اكتر حقيقي مش متأكد مش هقدر اشدد بالشكل الكافي على قد ايه انا حبيت كل عناصر القصة في الكنز كنين كل اللي تقال وكل الطرق اللي تقال بيها الفيلم محمل بالرسائل وبالاسقاطات الذكية في بعض الاحيان كنت بتوقف واسأل نفسي هم حقيقي قالوا اللي انا سمعتوا ده التركيز على قصصنا التلاتة كان متوازن بشكل متساوي في البداية بس واحنا بنتحرك اصبح غير متوازن بشكل جذاب جدا تركيزنا كان دايما على المرحلة الاكثر اثارة للاهتمام في كل قصة والمرحلة دي نفسها عمالة تنتقل من قصة لقصة مفيش مرة حسيت فيها ان انا مفتقد واحدة من القصص ومفيش مرة اتصدمت او حتى اتديقت واحنا بنسيب قصة وبنروح لقصة تانية مشاهدنا طويلة وبتستفيد من جودة الحوار ومن التحركات الوعية للكاميرا في مشاهد كتيرة تدفقت لفترة طويلة في لقطة واحدة وبدون قطع والحوار عمال يروح ويجي ما بين الشخصيات والشخصيات نفسها عمالة تروح وتيجي ما بين قوض مختلفة في بعض الاحيان في المشاهد دي حصل ان بعض التفاصيل التقنية كانت بتخنى ومع ذلك المشاهد كانت بتستمر وانا حبيت دا جدا لان الاهم في اي مشهد مش انه يبقى تقنيا متكامل لو العناصر الفنية في اي مشهد في افضل احوالها المشاهد بيعمل نفسه انه ما شافش المشاكل التقنية وده يا جماعة يبقى شغل المخرجين الكبار طبعا العناصر الفنية في اي فيلم مش ممكن تكتمل من غير فريق تمثيل حقيقي بيقدم افضل ما عنده بيحفظوا حوارات طويلة وبيقدوها بشكل مقنع وجذاب دراميا وعلى فكرة يا جماعة دا المفتاح اللي ممكن على اساسه نرتب الممثلين في فيلم زي دا ومن غير ما انا اللي افرد الترتيب دا عليكم شوفوا الممثلين اللي شاركوا في مشاهد فيها لقطات مطولة بدون قطع وشوفوا الممثلين اللي احتاجوا قطعات كتيرة في بعض المشاهد اللي كانت ممكن تستفيد من لقطات مطولة دا بس عشان ندي التأدير اللائق للمتميز بشكل استثنائي ومش عشان اقول ان فيه اي اداء احبطني حتى الاداءات اللي كان عندي مشكلة معاها في الجزء الاول اتحسنوا كتير وابهروا في بعض المناسبات لما الشخصيات بتاعتهم اخدت الوقت المناسب ليها على الشاشة والوقت المناسب دا ممكن يكون اكتر او اقل من الوقت اللي اخدته في الجزء الاول بشكل عام سعد ورمضان وهند صبري ما زالوا ممتزين مع تسقيفة مستحقة بقى لمحمد سعد وتسقيفة تانية لثنائيته مع احمد رزق حقيقي يا جماعة الجميع فافضل احواله ولو هخص حد معين بالذكر هعمل اختيارين غريبين شوية الاول هو المهضوم حقه دائما احمد صيام اللي جسد دور رجل الدين في خط القصة بتاع محمد رمضان وازاي جسد كل حاجة الفيلم كان عاوز يقولها عن نمط الشخصية دي في اي حقبة في التاريخ وده في توازن مبهر ما بين الكوميديا والجدية والتاني هما الاضافتين اللي ما كانوش موجودين في الجزء الاول نهى عبدين وصار عبد الرحمن والطاقة الكبيرة اللي حقنوها في عالم الاحداث الكنز كنين الحب والمصير وفى كل الوعود اللي انا رهنت عليها بعد ما شفت الجزء الاول القصة الجميلة والحوار الرائع والتكسيد المتميز والاخراج الخبير كانوا لازم يجتمعوا في حاجة اكبر من مجموع اجزاؤهم واحنا بنقرب من خط النهاية عشان في النهاية نوصل لملحمة تستحق المشاهدة مرات ومرات تقييمي لفيلم الكنز كنين الحب والمصير هو 9 من 10 وبقى راجل مفتري لو ختمت المراجعة دي من غير ما اشكر في الاغاني وفي موسيقى هشام نازيه كالعادة منقشة الحلقة هل من مسئوليتنا كمشاهدين اننا نشجع حد زي رمضان وسعد انهم يعيدوا تجارب جادة زي دي ولا عقلهم في رأسهم يعرفوا خلاصهم وقبل ما حدي يقول ان ده سؤال موجه انا عن نفسي شايف ان عقلهم في رأسهم يعرفوا خلاصهم بس المهتم جدا اعرف رأي حضراتكم وياريت تساهموا بيه في الكومنز ياريت كمان تعملوا شارو و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعوني على فيسبوك وتويتر وبوديو وبي باي موسيقى